اهلا بكم سيدتي وسادتي عدت بحول الله وباذنه الى بلدي الى بلدي يائسا من كأس افريقيا للامام ولكن متفائلا بالمستقبل لان الحياة تستمر الحياة لا تتوقف هنا وبالتالي علينا ان نفعل كل ما في جدينا للفوز بكأس افريقيا المقبلة بالمغرب ونشوفو شما النقائس اللي مشعلتنا ما نفوزوش بها في الكود ديفور بعد الوصال الشهرية سأتكلمو على مستقبل ولي دقاريت وما على بعد ملاحظات اللي اشتف في رأيي العام الوطني واللي تقدر تعود خرجنا على الطريق سنعمل مسمى الوالي دراجي لما طلبت منه امس الاستقالة فماشي باش يمشي بحاله بالعكس باش يكون عند الكلمة لان راجل الكلمة هو من واحد وفا وانا كنت متقل بان المكتب الجامعي سيتشبته بي ويعطيه شرعيات الثانية لان المرة يستقل وتشبته به باش يواصل العمل ديالو باكبر تيقى على حسب جميع المصادر ديالي وعلى حسب جميع المؤشرات فوالي دراجي سيبقى على عرضة المتخبطات المغربية وهذا شيء ايجابي بقول صراحة شيء ايجابي لاننا يتقدر انه صنداج في الشهر المغربي كله نجبره بنا اغلبية معه بقاء والي دراجي رغم حزنها على ضياع اللقب في الكود ديفوار والاخصاف كود ديفوار ان الاغلبية لم تنسمف على والي دراجي في قطر وبالتالي ممكنش كله نكر الخير وليد لو سمع لي واستقال في الندوة الصعافية لكانت عودته او بقاءه على عريضة المتخبطات المغربية اكتر 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 فعالية هنا دبا في ما تكونش نتيجة مشيها دي كلاشي عاد ماشي بوادق يقول له انت وعدتنا باش تستقل وخصتي مع جنب الفريقية ما استقلتيش بالعكس وكانت استقل ومكتب الجامعية تشبت به ما كنش لا يقول له الكلمة وما كنش اللي يدوه معاه وتكون عنده شعرية اكتر هذا مشكل جانبي لكل القناعات دياله وواليد يمكن يمكن يكون بغا يستقل ووصله اوامر وش ما يستقلش احنا نحن لا نعرفه ماذا يقع في الكواليس الداخلية وبالتالي المؤشرات تقول بان واليد سيبقى لا محالة تقول بان وقا اواليد عندنا اخصائيات كاس العالم سهلة واشك الوالا راسنا انا في مباريات واحدة خارجوا داخل الوطن وخصصا ان المباريات الصعبة في هذه المجموعات بخاطر زامبيا في لوساكا قتل كونجو في برازافيل بخاطر نيجر في نيامي ايريترين شهة بحالها وبالتالي عدنا استاذ النوقات في المباريات ونظرنا نلعبو تاليونيو اللعبو مع عزم بيا في المغرب واللعبو مباراة خارج المغرب وبالتالي مكن في يونيو كعدداش ناشن القط وتسعود وتسعيد في مئة سنة اهلك اسعلم بدون مشاكل مبقى الموعد الموهم الموعد الحاسم هو كاسفة قلنا ننضمها ماذا ما عمله شوق اش ننضمها واش في يونيو يونيو مستحيل ولا مستبعادي يونيو كي الكأس العالم الأنديا يونيو 25 فإما ينهي 25 وتكوني سانة بين الكأسين الإفريقيتين وممكن توقع لأنها وقعت بين 2012 و2013 بين القابون وغني السيواء في 2012 وإفريقيا وجنوب إفريقيا في 2013 خصوصا أن تلك السنين بقعت بين مصر 2019 ولكاميرون 2022 وبالتالي يعني الكارلوند يعني ممكن تتقبل واش الملائب المغربية المقدمة كأسفريقيا ستكون كل واجدة شهرين قبل ينناير 2025 هذا لا أعرفه وبالتالي الآن المغرب سيبحثوا مع الكاف ومع الفيفا موعد لها كأسفريقيا المقبلة اللي ستكون إما في النناير 2025 ولا في النناير 2026 2026 فيها واحد مشكل آخر ويتكون في سنة واحدة مع كأس العالم اللي ستجرى في المتحدة الأمريكية كانت ضول ميكسيك في 2026 واش كفيفة تقبل ولا ما تقبل لحد الساعة واليوم من كلش أعطيكم تاريخ ولكن الموعد المهم المقبل هو كأسفريقيا الأمام 2025 ماذا سيتغير وكأسفريقيا وكأسفريقيا يتغير جميع اللاعبين آخرين باقون باقي الحارس بونو باقي اللاعبين تنظن من الالفين الخمسة عشر سنقلبوا على ظاهر ايصر ايصر بيعلعبوا بيريج يسرى والمدري بيتشجع ويحسن بين حاكمين ومزراوية اليامين ولا يدخل مزراوية حاكمي الوسط الميدان والمزراوية ظاهر ايمان ولا ولا اما بقعوا لعبي دائما متخف المواعي الكبرى بي 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 ظاهر ايصر رجله يمنى شوية صعيب وسط الميدان اه املح مبقى شو املح تكسل الالام علما انك اللاعبين كتار يمكنوا بالعبوا في هذا المكان كنت اتمنى واضن ان بلا الخنوز ستعطى له الفرصة كاملة في كاس الفريقية هذا ما اوقعش اعطينا الفرصة تلضو المباراة الثالثة للصبار اللي بن عليه دخل في مباراة صعبة وبن عليه شوية للتقل ستعطى الاسرع بهذا المكان يمكن استباري العب كتسعودونس بين الهجوم ووسط الميدان يمكن يعطي اكتر حاريط ستعطى عنده بزاف عندنا بلا الخنوز عندنا ريشاردسون ستعطى عندنا اللاعبين لازمين باش نعوضوا املح في ذاك المكان ولكن ستعطى اللاعبوا بطريقة اخرى ربعة واحد ربعة واحد الالوالية كانت صالحة بزاف المنديل لانك ستعطى اللاعبوا منتخبات اقوى لكن كانت بزاف المنتخبات اللي اعطانا الكرة وهويتنا نخصوصنا في بلدنا فبالتالي قصنا نطوره الاقل اسلوب اخر لللاعب بامتلاك الكرة في كل وقت من المباراة عكسها الكود ديفوار اللي كنا نتصنفط له دائما نعطيه الكرة للخصم ربعنا الخصم بحل جانب افريخ كان ضعيف وعطينا اهتقاه في اول فرصة جلالينا وبالتالي عادينا نقلب على التعادل معلمة اننا الاليات الكافية باش نمشي ونشجلون ماركي ولي بغينا في الهجوم زي 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 بقى نصيري يبقى وجنع الايصار يتلعب بين عدلي وبين زلزولي في وسط الهجوم يمكن يجيوا لاعب اخرين كين كعبي كين تي سودالي يعني انا ضد الناس اللي اليوم تي سوقوا بان المشكل في الاخصاء المتخضر كان هو الشكلة ولا لا احيات اللاعبين لا التافيق نهائيا احسن ما كان عندنا في الناي عام 2014 هم اللي مشاو الكود دي فارو لا داعي كل مره باش بدو اصطوانة اللاعب محلي ولا داعي كل مره باش بدو اصطوانة اللاعب هذا تفضلوه هذا ولا داعي كل مره باش ن اصطوانة اللاعب اصطوانة اللاعب طريقة باش لعبنا هي اللي اصطوانة طريقة باش احترمنا الخصب اكثر من اللازم الى اصطوانة والحظ شوي اصطوانة والحاكم شوي اصطوانة هتكون هناك رهائية الالعب اولمبية في باريس للمتخل باطن المغربي لا تدعا اللاعب سيشاهدون فيها وبالتالي هتكون محطة مهمة لاستعداد تنظر ان اصطوانة اللاعب اولمبيين يدخلوا اكثر المتخل الباطن المغربي وليست كاح تهديد فقط ولكن يبدو فيهم من يستحقه المسئولية وسط الدفاع هو اللي بقيت اتكلم عليه نظن الى غاب سايس وغاب يوسع اب الحميد نحن مشبرون على وضع الثقة في شادريات في ابقار ولبحث على اللاعب الاخرين في المتخل الولمبي ولا في الدوريات الاخرى ولا في الدوريات المغربي باش يعمل ادك وسط الدفاع كما كان الحال مانضنش المغربي عندو مشكل ديال اللاعبين ومعندوش مشكل الامكانيات كان عندو مشكل ديال فلسفة اللي منشحتش منشحتش نهائيا وعندو مشكل ديال علاقة مع رأي العام وعندو مشكل ديال اغلاق بزاف على المنتخب واطنين المغربيات كله يتحل بسهولة وبالتالي وليد سيبقى لا محالة عليه ان يغير أسلوه مع الصحفة فعلا يقيمة أكثر الصحفة المغربية وكان يبقى يبقى على الأقل سنة الالفين وستو عشر كاستعلم وبالتالي ما عندوش يفكر دابة في المسيرة ديالو ما بعد المنتخب في أوروبا ويركز على المنتخب الواطنين المغربي وعلى صحافة المنتخب الواطنين المغربي خصوية بالدل علاقة ديالو بالصحافة إلا ما بغاش إلا بغاي يعيش في هدوء وعلى القجاع ان يخد العبار لان شنو النتيجة الحسنة ميابي إغلاق على المنتخب الواطنين المغربي يعني وعطائه حياة أخرى غير حياة إفوارية في قلب كود إفوار خصوية نخبه لكن هذا الموضوع يستحق النقاش كما كالحال نبقى تابع المنتخب المغربي نبقى تابع المنتخب المغربي صحيح أننا حازينين وكالحياة تستمر وحط سعيد وحط سعيد الوطن الملكي المغربي يكون قدم في القريب وخصوصا في أولمبياد باريس وفي نهائيات كأس إفريقيا بالمغرب إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة